السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالفرد الأول لمادة اللغة العربية الأسدس الثاني المستوى السادس إذن حصة اليوم خاصة بالشكل وفهم المقرو إذن سنقرأ النص وسنجيب عن أسئلة الفهم وكذلك عن أسئلة الشكل سعدنا بالمصعد في قيض الظهيرة حتى وصلنا القمات وقفنا في مدخل الحجرة الزجاجية التي كان بابها مواربا تنبعث منه برودة من مكيف الهواء ورأيت من خلاله عاملا يجلس أمام عدة مقابض تحول إلينا ذلك العامل ببصره فطالعني وجه شاب في مقتبل العمر وعاد يتطلع إلى المقابض أمامه مباشرة متجاهلا إيانا كلية لكنه ظل يتابعنا بطرف عينه وعندما شعر بسعيد يرفع الكاميرا بسط قامته ومضى يحرك المقابض في اعتداد شعرت بالرافعة تتحرك بينما دق جرس قوي وتطلعت من الحائط الزجاجي فرأيت ذراع الرافعة من جديد تتجه في الهواء إلى محطة الكهرباء ظلت يد العامل تعملان فوق المقابض وتحركت ذراع الرافعة من جديد واستدار سعيد يلتقط الصور لبعض المواقع توقف العامل عن العمل لحظة واستدار إلينا مبتسما ولم تبدو عليه الدهشة عندما سأله سعيد عن اسمه وعن الدافع الذي جاء به للعمل في السد قال جئت لأخدم وطني لسد حاجته من الطاقة الكهرمائية أو الكهرمائية وابتسم إذن هذا هو النص أولا أشكل الفقرتين المتواجدتين بين معقوفتين إذن سنشكل هذه الفقرتين إذن شعرت بالرافعات تتحرك بينما دق جرس قوي وتطلعت من الحائط الزجاجي فرأي إذن فرأ فرأيت ذراع الرافعة من جديد تتجه إذن في الهواء إلى محطة الكهرباء محطة الكهرباء ظلت يد العامل تعملان فوق المقابض وتحركت ذراع الرافعة من جديد واستدار سعيد يلتقط الصور يلتقط الصور لبعض المواقع إذن هذه هي الفقرتين بعد أن تم شكلهما إذن سؤال الثاني أضع عنوانا مناسبا للنص إذن سأعنون النص ب محطة الطاقة الكهرمائية محطة الطاقة الكهرمائية سؤال الثالث أشرح قيض الظهيرة إذن حر حر الظهيرة قيض الظهيرة أو حر الظهيرة حر الظهيرة إذن الظهيرة مواربا يعني فتحه قليلا مواربا فتحه قليلا إذن مواربا معناها فتحه قليلا السؤال الرابع أبحث في النص أعلى عن ضد مهتما إذن جاء في النص متجاهلا إذن مهتما من النص ضدها متجاهلا متجاهلا إيانا مثلا عبسة مبتسما إذن ضدها في النص مبتسما عبسة أو مبتسما 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 خامسا كيف كان الجو أثناء صعود السارد ورفقه سعيد بالمصعد إذن كان الجو حارا إذن كان الجو حارا إذن قال في قيض الظاهرة إذن كان الجو حارا إذن حارا كان الجو حارا السؤال السادس ما المشهد الذي أثار انتباه السارد من وراء الحجرة الزجاجية إذن أثار انتباهه إذن عامل يجلس أمام عدة مقابد إذن أثار أثار انتباه السارد وجود عامل إذن يجلس يجلس أمام عدة عدة مقابد عدة مقابد سؤال سابع ضع أو أضع علامة أمام الجواب الصحيح الطاقة الكهرمائية أو الكهرمائية تستمد من الغاز الطبيعي المسال أو من حركة المياه المتسقطة باستمرار أو من حركة الرياح إذن بطبيعة الحال من حركة المياه المتسقطة باستمرار سؤال سابع أحدد نوعية النص بوضع علامة فيه أمام الجواب الصحيح رسالة مقالة أو قصة إذن النص عبارة عن قصة ثامنا أستخرج الفكرة العامة للنص إذن يتحدث النص يتحدث النص عن زيارة زيارة لمحطة لمحطة إذن لمحطة كهرمائية لمحطة كهرمائية كهرمائية لإنتاج لإنتاج مدى الكهرباء لإنتاج الكهرباء إذن في النص يتحدث عن زيارة لهذه المحطة الكهرمائية لإنتاج الكهرباء إذن أصدقائي نهاية الحصة معيدنا يتجدد إن شاء الله مع نموذج خاص بالتركب والصرف والتحويل والإملاء والتعبير الكتابي دائما نماذج خاصة بالمستوى السادس من التعليم الابتدائي وستجدون في قائمة تشغيل تحت عنوان فروض المرحلة الثالثة خاصة بالمسلم الدراسي 2021 2022 2022 على القناة جميع الفروض الخاصة بجميع المستويات جميع المكونات إذن ستجدونها في هذه القائمة يمكنكم فقط أن تكتبوا مثلا الفرد الأول من الدورة الثانية في مادة الريادية المستوى مثلا السادس أو المستوى الرابع أو المستوى الخامس وستجدون الفيديو إذن حض موافق في الامتحانات إلى اللقاء